بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي مشاهدين دارسي مادة الكيميا من طلبة وطالبات الصف الثالث السنوي أهلا ومرحبا بكم في إطلالة متجددة من برامجكم المباشر مباشر سر التفوق طبعا زميلي الفاضل الكيمة العلمية والقامة الأخلاقية الأستاذ سامي الجزار كان بدأ مع حضاراتكم باب الكيميا القاربية وهذا الباب من الأبواب الهمة جدا ودايما زي ما احنا قلنا أن الكيميا بتعتمد على الفهم وتكرار ما تم فهمه التطبيق في عجالة كده بس بسيطة أنا هزكر حضاراتكم ببعض العنوين الأساسية اللي تناولها الأستاذ سامي في الحلقة الماضية واللي كانت أساسا بداية دراسة الكيميا القاربية باب الكيميا القاربية زي ما عرفتم وتعلمتم بيدرس التحول المتبادل من الطاقة الكيميائية والطاقة القاربية من خلال تفاعلات أكسادة واختزال وفيها يتم انتقال الإلكترونات من أحد المواد المتفاعلة إلى المادة الأخرى الداخلة معها في تفاعل كيميائي سواء كانت تفاعل تلقائي أو غير تلقائي إذن طالما تم انتقال الإلكترونات ينشأ طيار قهربي إذن الأصل في تحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية أو الطاقة الكهربية إلى طاقة كيميائية حدوث تفاعل أكسادة واختزال قد يتم بشكل تلقائي أو شكل غير تلقائي بشكل تلقائي يعني بيصدر عن الخلية طاقة كهربية أو طيار كهربية كما في الخلية الجلبانية غير تلقائي يعني لا يصدر عنها طيار كهربية كما في الخلية التحليلية أو ما تسمى بيه الإلكتروليتية لأن في التحليلية بتستمد الطاقة الكهربية من مصدر خارجي هنعمل كده مخطط بسيط لكن قبل هذا المخطط خلية لابد أن تحتوي على سلاسة مكونات أساسية أنود كاسود محلول إلكتروليتي الأنود بصفة عامة ده قد تحدث عنده عملية الأكسادة أي أن كان نوع الخلية جلبانية أو تحليلية والكاسود ده قد تحدث عنده عملية الإختزال أي أن كان نوع الخلية مخطط بسيط يجمع الكلام الطيب الجميل اللي قاله أستاذنا في بداية دراسة الكيميا القهربية وهو لو أنا كده بتكلم عن خلية جلبانية وخلية تحليلية أو ما تسمى بي إلكتروليتية أي خلية تحتوي على أنود وكاسود الأنود قد يكون قد بق موجب أو قد بق سالب حسب نوع الخلية حضرتكم عارفين دايما أن الأنود قد بق موجب لأن كانت دراستكم كلها السابقة عن الخلية التحليلية وقال كاسود قد بق سالب والأنود قد تتم عنده عملية أجسادة والكاسود قد تتم عليه عملية اختزال أنود الجلبانية قد بسالب ليه قد بسالب لأنه قد مانح للإلكترونات أو تتراقم عليه الإلكترونات وكاسود الجلبانية قد بموجب لأنه قد مستقبل للإلكترونات إذن الأنود في أي خلية سواء كانت جلبانية أو إلكتروليتية يعني تحليلية بتتم عنده عملية الأجسادة أو هو اللي بيت أجساد إنما الكاسود تتم عليه عملية الاختزال لكن قد يكون الأنود موجب أو سالب حسب نوع الخلية والكاسود موجب برضه أو سالب حسب نوع الخلية طيب في الخلية الجلبانية بيتم تحول الطاقة الكيميائية الكيميائية إلى طاقة كهربية أما في التحليلية بيتم تحول الطاقة الكهربية إلى طاقة كيميائية معنى أن الخلية الجلبانية تنتج طاقة كهربية إذن أن التفاعل تفاعل تلقائي تفاعل تلقائي لكن في التحليلية بتستمد طاقة كهربية من مصدر خارجي يبقى التفاعل تفاعل غير تلقائي إذن كده وضح معنى تلقائي وغير تلقائي إذن تلقائي يعني قيمة القوة الدفعة الكهربية EMF قيمة موجبة يعني يصدر عن الخلية طاقة كهربية غير تلقائي يعني قيمة EMF قيمة سالبة يعني لا يصدر عن الخلية طيار كهربية ولكن الجالفانية نوعين في خلية جالفانية أولية وخلية جالفانية سانوية أولية يعني يصدر يصدر عنها طيار كهربية لكن لما الطاقة الكيمياء المختزمة بنحاولها إلى طاقة كهربية لما بتفرغ الشحنة اللي فيها لا يمكن إعادة شحنها مرة أخرى إذن في الجالفانية الأولية تلقائي ولكنه تلقائي غير إنعكاسي أو غير غير إنعكاسي لكن في الجالفانية السانوية بيتم تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية تلقائي ويمكن إعادة شحنها مرة أخرى يعني إنعكاسي طبعا حضراتكم إن شاء الله في الحلقة القادمة مع الأسازة الأفاضل هتدرسوا أربع خلايا مهمين جدا 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 لابد تركزوا معهم فيها هناخد خلية الزئبق وخلايا الوقود كمثال على خلايا جالفانية أولية وبرضو هناخد مثالين وهما بطارية أيون الرصاص أيون الليسيام وبطارية الرصاص الحمضية كمثال على خلايا جالفانية سنوية نركز فيه الكلام ده كويس جدا 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 طيب لو تحدثنا عن قطب الهيدروجين أو القياس أولا لا يمكن قياس جهد الفلز منفردا لأن لأن الفلز في محلول أيوناتو أنا ما أقدرش أقس جهده فلابد أن أنا أوصله بجهد قطب معلوم وهو قطب الهيدروجين القياسي حتى يمكن قياس جهد قطب الفلز اللي أنا عايز أعرف قطب ولذلك عندنا كده عرض بسيط وعرض سريع بالنسبة لقطب الهيدروجين القياسي كده عندنا هوت في قطب الهيدروجين القياسي قطب الهيدروجين القياسي ودوة من الحاجات الهم جدا في منهجنا عبارة عن صفيحة من البلاتين مساحة سطحها واحد سنتيمتر مربع ومغطا بطبقة طبقة اسفنجية من البلاتين الاسود المجزأ هنعرف ايه وظيفة الطبقة الاسفنجية من البلاتين الاسود لما جاء مرر غاز هيدروجين تحت ضغط ثابت واحد اطنوصفير عند درجة حرارة خمسة وعشرين سنتجريت او درجة سيليزي يمتز غاز الهيدروجين او يتجمع غاز الهيدروجين على هذه الطبقة الاسفنجية اذا لو قال لي في قطب الهيدروجين القياسي ما دور الطبقة الاسفنجية من البلاتين الاسود هقول له ان دورها دية انه بيتجمع يتجمع عليها غاز الهيدروجين ده اناء يحتوي على حند قوي اتش سي ال حند هيدروجين تركيز واحد مولر او مول لكل لتر بالنسبة لقط الهيدروجين القياسي مما يتركب عبارة عن صفيحة من البلاتين مساحة سطحة واحد سنتيمتر مربع مغطا بطبقة اسفنجية من البلاتين الاسود مغنورة في محلول يحتوي على ايونات الهيدروجين الموجابة قلنا دا كده عبارة عن حمض القوي يعني تعمل تأيون ويمرر غاز الهيدروجين تحت ضغط سابت فيمتز غاز الهيدروجين او يتجمع غاز الهيدروجين على هذه الطبقة الاسفنجية وتعمل كقض قياسي اولا قض الهيدروجين القياسي جهد جهد صفر يعني سواء كان جهد اجسادة او جهد اغتزال جهد اجسادة ايه يعني جهد اجسادة ايه تعريفه قدرة العنصر على فقد بعض الالكترونات اذا جهد الاجسادة هو قدرة العنصر على فقد بعض الالكترونات بعكس جهد الاختزال هو قدرة قدرة العنصر العنصر على اكتساب بعض الالكترونات في حاجة اسمها رمز اصطلاحي يعني رمز اصطلاحي هو انا بعبر عن تفاعل الاكسادة وتفاعل الاختزال وزي ما احنا قلنا اساسا لما بنجي نكتب رمز اصطلاحي بيكون فيه خط رأسي مفرد يفصل بين الفلز وايوناته وعند خط رأسي مزدوج يدول على القنطرة الملحية وطبعا الكلام دوت حضراتكم تابعتوه واخدتوه بالتفصيل في الحلقة السابقة طب احنا عاوزين نكتب الرمز الاصطلاحي او جهد اكسادة قدرة هيدروجين وبرضو ايه الرمز الاصطلاحي لجهد اختزال قدب الهايدروجين ازاي احنا نكتب الكلام دوت المهم جدا بعد موضحنا يعني رمز اصطلاحي وبعد موضحنا يعني جهد اكسادة او جهد اختزال وان جهد اكسادة قدرة العنصر على فقد بعض الالكترونات اما جهد الاختزال هو قدرة العنصر على اكتساب بعض الالكترونات لابد ان في رسالة همه جدا تصل الى ابنائنا وبنتنا التركيز يعني اعي اعي ما اسمعه واعي ما اكتبه واعي والتقرار 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 ما تم فهمه الكمياء مادة الى تعتبد على الحفظ وكل الاسئلة في المنظومة الجديدة الرائعة بطاقيس مستوى فهم الطالب وليس حفظ الطالب طب هنبص كده مع بعض كيف يمكن كتابة رمز اصطلاح الجهد اكساد او جهد اختزال واحنا قلنا ان الطبقة الاسفنجية من البلاتين الاسود دي وظيفتها انه بيتجمع عليها غاز الهايدروجين زي كده مواضح امام حضراتكم جهد اكسادة كوب الهايدروجين ده كده قدي البلاتين زائد اتش تو زيرو نوت يعني زر متعدل فاخد قولك تسب جاز واحد اتماسفير اذا انا مررت غاز هيدروجين تحت ضغط سابت واحد اتماسفير طبعا في محلول يحتوي على ايونات الاتش المجابة اذا اقوس ادل محلول تركيز واحد مولار اذا ده اكسادة فقد الالكترونية مواضح فقد بينتج عنه زيادة في الشحنة المجابة ادي زيرو ادي موجب لو احنا عكسنا يبقى كده عملنا الرمز الاستراح بالنسبة لجهد اختزال قد الهايدروجين ادي اتنين اتش موجب واحد مولار ده عبارة عن تركيز ايونات الاتش الموجابة في المحلول بتاع الحمض القوي احنا قلنا ادي ده الخط الرأس المفرد اللي بيفصل دائما بين الفرز ومحلول ايوناته بلاتين زائد اتش طو جاز واحد اطموس افير ممكن يبقى جهد اكساد قد الهايدروجين من زيرو وبرضو كذلك جهد اختزال قد الهايدروجين فيقول لي ايه علل ايه علل جهد قد الهايدروجين القياسي قد لا يساوي صفر احيانا يعني احيانا مش بيساوي صفر اذا ده كده عندي في حالتين لو انا غيرت تركيز ايون الهايدروجين في المحلول او غيرت الضغط الجزئي لغاز الهايدروجين او كلاهما مع بعض يبقى تاني نركز كده مع بعض متى يصبح جهد قد الهايدروجين القياسي وطبعا ليسا مو قياسي هنعرف انه يصبع في قياس جهود اقطاب العناصر الاخرى قد لا يسوي صفر احيانا احيانا اذا انا غيرت من تركيز ايون الهايدروجين في المحلول او غيرت من الضغط الجزئي لغاز الهايدروجين او كده هما ايضا برضو من التعليلات الجميع اللي احنا برضو عايزين نذكر ابنائنا بيها اما يقول لي علل لا يمكن قياس جهد الفلز منفرد لان الفلز في محلول ايوناته يمثل نصف خلية نصف خلية لذلك يجب توصيله بنصف اخر معلوم جهده وهو الهايدروجين اللي جهده بيساوي اي صفر اا كده احنا اا قلنا اا حاجة مصطفاضة هم اا جدا اا فيه جزئية مهمة جدا خاصة بيه الكيميا القهربية اا السؤال الطبيعي والده ديه ان يتسئل طب ايه اهمية قد الهايدروجين القياس ايه اهميته احنا هناخد حاجة اسمها متسلسلة الجهود القهربية يعني فيها بيتم التفتيب العناصر حسب جهود اكساداتها او اختزالها وده برضو ان شاء الله هتعرفوا تفصليا في الحلقات القادمة اا لكن لو قلنا اهوة ماضور ماضور قد الهايدروجين القياس يبقى هنقول له يستخدم كقد قياسي يمكن قياس جهود اقطاب العناصر الاخرى بمعلومية جهده اللي بيساوي زيرو اذا انا عشان اعرف او عشان اتعرف على جهد قد اي عنصر مجهول لابد ان انا اكون خلية جلبانية يكون احد نصفيها جهده معلوم وهو قد الهجين القياسي النصف التاني طبعا هو اللي مش هيكون معلوم وانا هعرفه فيقول لي اهوت لقياس الجهد القهربي لقياس الجهد القهربي لقد احنا نعمل ايه انا كده عندي قد جهده مجهول ومعرفش اذا كان جهده هو جهد اكسادة ولا جهد اختزال اذا كيف يمكن قياس الجهد القهربي لقد مجهول طبعا هنكون خلية جلبانية مكونة من نصف خلية القطب المراد قياسه في محلول ايوناته اذا ده كده القطب اللي انا عندي جهده مجهول ومعرفش اذا كان جهد اكسادة ولا جهد اختزال والنصف الاخر هو قطب الهيدروجين القياسي المعلوم جهده طب مانيه كده بشكل عملي نعرف كيف يمكن قياس جهود الاقطاب هنعمل حاجة كويسة خالص ايه هي اه لو انا عايز اقيس جهد الخرصين قلنا هنعمل ايه هنكون خلية جالفانية خلية جالفانية احنا كنا فصلنا جهد الاكسادة عن جهد الاختزال فكان كده عندي كده وعاء بيتم فيه عملية الاكسادة باسمه نصف خلية قهرو كيميائية ووعاء بيتم فيه عملية الاختزال برضو نصف خلية قهرو كيميائية وكان بيتم فيه توصيل خارجي بين الانود والكاسود وكان فيه توصيل داخلي بيتم بين محلولي نصفي الخلية طبعا وده برضو موضوع تم دراسته باستفادة في الحلقة الرائعة السابقة طب كده بشكل سريع احنا هنوضح كيف يمكن استخدام الخلية الجالفانية بواسطة قد جهده معلوم وقد الهجون القياسي في التعرف او في قياس جهود اقطاب العناصر الاخرى هنكون خلية جالفانية ادي عندي نصف خلية اهيت تحتوي على قد هيدرزين كياسي ده كده محلول ايوناتو ونصف اخر بيحتوي على في لز الخرصين اللي انا عايز اعرف قيمة جهده ايه وزا كان هو جهد اجسادة ولا اختزال يبقى ده كده عبارة عن خرصين مغمور في محلول احد ايوناتو وليكنه كده كابريتات الخرصين اه عندي قنطرة ملحية طبعا لها وظيفة اعطوها حضراتكم برضو اه لكن هي بتوصل بين محلولين نصفين الخلية عشان تعمل اتزام قاربي بين محلولين نصفين الخلية وتستمر عمليتين اكسادة والاختزال فيستمر مرور طيار قاربي اه انا كده عندي سلك هوت وده كده عبارة عن جهاز فولتاميتر ودي مؤشر جهاز الفولتاميتر وصلنا بين الانو الوكسود بمجرد ان احنا وصلنا لاحظنا حاجة مهمة جدا ايه هي ان مؤشر الفولتاميتر انحرف في هذا الاتجاه ايه معنى الكلام ده ان ده ده اتجاه صرايان الالكترونات اذا الخرصين مصدر للالكترونات يبقى اذا الخرصين ده اساسا حدث ليه عملية اكسادة لانه وقد المانح للالكترونات يبقى اذا اتكلم عن الخرصين يبقى ده كده عبارة عن الانود لان الانود هو القد الذي تحدث له عملية الاكسادة ايه عرفني اكسادة يعني فقد الالكترونات يعني قد مانح للالكترونات في هزي الحالة يبقى كده انا عندي قد الهايدروجين ايه حدث عنده او عليه عملية ايه لا عليه عملية ايه الاغتزال طيب نقرأ كده قرأة الفولتاميتر كانت ستة وسبعين من مية فولت طيب اي ام اف القوة الدفعة القهربية بيستوي ايه هي عبارة عن مجموع جهدي الاكسادة وجهد الاغتزال يعني جهد جهد اكسادة الخرسين زائد جهد اختزال الهايدروجين طيب ما احنا عارفين اساسا ان الهايدروجين جهد اختزاله صفره زيره وانا مش عارف جهد اكسادة الخرسين عايز اعرفها لكن انا عارف كيمة القوة دفعة القهربية ل ستة وسبعين من مية فولت من خلال القراءة اللي على المؤشر يبقى اذا ايه معنى هذا الكلام ان جهد اكسادة الخرسين بيساوي ستة وسبعين من مية فولت لو انا اجريت اجريت نفس هذا التفاعل بمعنى ان انا كونت خلية جالبانية وكان احد نصفيها هو عبارة عن قب الهايدروجين القياسي والنصف الاخر في صاق من النحاس او لوح من النحاس وانا برضو عاوز اتعرف على جهد هذا القب او هذا الفلز واعرف برضو اذا كان جهد اختزال ولا جهد ايه اكسب اجريت نفس الخطوات بنفس الكيفية اللي احنا عملناها ولاحزنا انحراف مؤشر الفلطاميتر فلانا ان انحراف مؤشر الفلطاميتر في اتجاه النحاس مما يعني ان القب الهيدروجين ده يعتبر هو الانود والنحاس عبارة عن ايه عن كاسود وشوفنا كده قراءة الفلطاميتر كانت اربعة وثلاثين مية فلت اذا استمتقت حكتين ان النحاس جهده اربعة وثلاثين مية فلت وجهده ده عبارة عن جهد ايه اختزال اذا وضحنا كده بشكل مبسط ايه وظيفة قد الهيدروجين القياسي طيب كيف يمكن حساب اي ام اف كيف يمكن حساب القوة الدفعة القربية هناخد القوانين المستخدمة في حساب القوة الدفعة القربية لكن قبل ان نتعرض الى القوانين لو هو كده ببساطة مديني جهدي اكسادة اذا اللي جهد اكسادته اكبر هو الانود ليه لان الاجسادة تتم عند الانود يبقى اذا القيمة الاخرى دي تعتبر كاسود ولو اعطى ليا قيمتين لجهد الاختزال اذا شيء طبيعي ان القيمة الاكبر عدديا لجهد الاختزال دي تعتبر كاسود لان الكاسود تتم عليه عملية الاختزال اذا من القيم اللي تبقى موجودة او معطاة في المسألة استطيع بشكل مبدئي ان انا اوضح الانود والكاسود طيب حضراتكم بتسألوني طب ايه اهنية توضيح الانود والكاسود عشان اميجي وقللي اكتب الرمز الاستلاح لهذه الخلية اذا انا عشان اكتب رمز استلاحي لابد من تحديد الانود والكاسود ولذلك هنا كده عندي اهوة حساب حساب القوة الدافع القربية اي ام اف نتعرض بشكل بسيط الى قوانينها عشان نتعلم كيف نتعامل مع مسائل الجهود القهربية في حساب القوة دفع القهربية اي ام اف للخلال الجلدانية هنقول الا اي اي ام اف اي ام اف قوة قوة دفع دفع قهربية تتحل بتلت طرق جهد اجسادة الانود زائد جهد اختزال الكاسود وهو انا حددت الانود والكاسود دايما جهد الاجسادة بيسوي جهد الاختزال لكن باشارة مخالفة طيب اي ام اف القوة الدفع القهربية عبارة عن ايه الفرق الفرق بين جهدي الاجسادة بمعنى اللي جهد اجسادته اكبر يبقى الانود يبقى جهد اجسادة الانود نقص جهد اجسادة الكاسود ايضا اي ام اف بسوى الفرق بين جهدي الاختزال اللي جهد اختزاله اكبر يبقى كاسود يبقى جهد اختزال الكاسود نقص جهد اختزال الانود وعندي عنده عنده عملية الاختزال ده كده كان بالنسبة للقوانين اللي احنا هنستخدمها في حل المسائل يبقى اذا انا مجي اتكلم عن مسألة اذا لابد انا اخط في اعتبار ثلاث حاجات مهمين جدا ايه هما اهم خطوة ان انا اقرأ المسألة كراءة جيدة جدا واحدد من خلالها المعطيات والمطلوب هو من ديني ايه وعايز ايه بالتالي احدد القانون مع دين اعوض واكتب الوحدة او التمييز ده بالنسبة لازاي احنا نتعامل مع المسائل هناخد ثلاث امثلة مهمين جدا من خلالهم نتعامل كيف ان احنا نحل مسألة من مسائل وجود القربي ودايما ديت من الحاجات اللي يكون احنا عينينا عليها كامتحانات سنوية في اول مثال في اول مثال اثناء ما احنا بنكتب المسألة هنتدل نحدد مع بعض بالمشارقة وطبعا انا حاسس بكم اه ايه هي المعطيات ايه القوانين وانا يكون سامعكم وانتو بتقولوا معايا ازاي احنا هنحل المسألة مستخال طب نيجي بالنسبة دي اول مثال بيقول ايه بيقول لي اكتب الرمز الاستلاحي جميل لخلية جل ذانية مكونة من كب اس ان موجب اثنين على اس ان زيرو طبعا ده قصدير الاس ان ده رمز القصدير ده كده ايون قصدير ده كده قصدير كف نسبة تعادل وقد وقد اي جي عليه احنا مجابة واحدة بس ده كده بار عن ايون الفضة واي جي زيرو ثم احسب اي ام اف يعني الكوة الدافعة القهربية اذا علمت ان جهد الاختزال القياسي قياسي جهد ايه اختزال قياسي لكل من لكل من القصدير والفضة على التوالي سالب اربعتاشر من مية وتمانية من عشرة فولت اذا انا حددت مش قولي على التوالي يعني اول قيمة تخص القصدير وتاني القيمة تخص الفضة على طول انا استنت ايه هنا كده قاقيمة عددية ده ده قيمة مجابة وده قيمة سالبة يعني ده قيمة اكبر اذا جهد اختزال الفضة اكبر من جهد اختزال القصدير يبقى على طول اللي جهد اختزاله اكبر يبقى ده كده عبارة عن كاسود لان الكاسود قد تتم عملية عملية الاختزال واللي جهد اختزاله اقل ده كده عبارة عن الانود اذا كده ادي اول خطوة صحة نبقى احنا كده عملناها اذا من خلال القيم العددية حددنا مين هو الانود ومين هو الكاسود بمعنى ده كده عبارة عن جهدي اختزال ده كده عبارة عن جهود اختزال والاختزال بيتم على الكاسود يبقى القيمة الاكبر القيمة العددية الاكبر ماشي تمثل الكاسود والقيمة العددية الاقل تمثل ايه الانود طيب هو اول حاجة ايه طالب الرمز الاستلاحي جميل خالص خالص اذا القذير انود لكن انا عمل لي بقى ايه حاجة ظريفة ويلغبطني بيها بس لا طبعا احنا ان شاء الله طلاب فاهمين طلاب مدرسة على الهوى طالب بسم الله ما شاء الله دايما طلاب متفوقة هنا انا هاعكس ليه طالب ما ده جهود اكسادة يبقى اذا انا ببدأ بيها الزر المتعدد ثم الايون لان الاكسادة فقد الالكترونات ينتج عنها موجب اتنين برضو ما زال هو عاوز يختبرني انا فاهم انا مش فاهم طب في جهة الاختزال هنا اهو موجب ثم زيرو ليه عشان دعبارة عن اكتساب الالكترونات ينتج انا هننخر الشحن الموجب بيتنخر الشحن الموجب بس هنا ايه هنا فقط اتنين الالكترون اذا محتاج اتنين اون فض عشان ياخد اتنين الالكترون اذا اولو كده ادي اتنين اي جي موجب اتنين اي جي زيرو يبقى اذا بتعاملنا مع هذه المسألة احنا عرفنا ازاي احنا نعمل المطايرات الخاصة به هذا الكلام اذا كده احنا كتبنا رمز استلاحي صحة حددنا من الانود من الكاسود من خلال القيم العددية المعطى بالتالي انا استطعت ان انا اكتب رمز استلاحي ولكن عند كتابة رمز الاستلاحي هو مديني الايون الموجب ثم الزرة المتعدة لا لا ما ينفعش لما اجي اكتب انا كده رمز استلاح الجهد اكسادة زرة متعدة الوقت ريز ثم ايه المجابة واحنا قلنا برضو ليه ونقرر اتقال ومرارا لان الاكسادة فقد الالكترونيات ينتج عنها زيادة في شوحنا الموجب الزيرو بقت موجب اتنين بعكس الاختزال هنا بيديني اي جي موجب قلو لا استنى بقى يا عمنا بقى ما ينفعش ده انا فقط اتنين الكتروني اذا ان انا محتاج اتنين ايون فضة موجب ده انا اتنين اي جي زيرو جامل خالص طب نيجي بقى للخطوة التانية اللي عايزها يقول لي احسب قيمة اي ام اف احسب قيمة القوة دفعة القهربية في اكتر من طريقة تتحلي بها المسألة يعني مثلا ادي مثلا كده جهداء الاختزال ممكن اجيب قيم معاكسة وبقى جهداء اكسادة واقول بقى جهد اكسادة لجهد اختزال تمام لكن انا بحب اعملها كده على طول بمعنى ايه هو اداني قيمتين لجهد الاختزال يبقى الكبير ناقص الصغير على طول قيمتين لجهد الاكسادة يبقى الكبير ناقص الصغير اذا اي ام اف القوة الدفعة القاربية هو هنا مديني جهد اختزال يبقى الفرق بين جهداء الاختزال من الكبير عنده الفضة يعني جهد اختزال الفضة ناقص جهد اختزال القصدير لكن نخلي في العملية الرياضية بمعنى ايه جهد اختزال الفضة 0.10 او ناقص افتح بقى قوس هنا ايه سالب 0.14 يبقى احنا دي مهمة جدا سالب سالب كما مجابة اذا هتطلع ايه النتيجة بي النسبة ليا يبقى كده ادي 8 من 10 زائد 14 من 100 هتكون الناتج بي النسبة ليا على طول 94 من 100 واكتب وحدة القياس اللي عبارة عن ايه عن فولت طب هيقول لي التفاعل دوت يصدر عنه طيار قهرابي ام لا ولماذا لا 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 اقول له لا استان تعالي لي هنا ده قيمة ايه ما ايه في قيمة مجابة الله قيمة مجابة يعني تفاعل تلقاء يعني يصدر عنه طيار قهرابي اذا هقول له ايه يصدر عنها طيار قهرابي لماذا لانه قيمة اي ام اف قيمة القوة الدفعة القهربية ده عبارة عن قيمة مجابة ده كده كان بالنسبة لي اول اه مثال احنا اخذناه قطب بيك على حساب القوة الدفعة القهربية لكن برضو احنا ما زلنا عندنا مثال واثنين وثلاثة عشان نأكد المفاهيم بتاعتنا طيب اه برضو هيديني مثال اخر اه بشكل متنوع جميل جدا اه هنشوفه مع بعض وفي هذا المثال انا بتدي اسمع اه نبارات صوت حضراتكم وحضراتكم بيه اه اللي معايا احنا كده اه فهمنا وطبقنا ونحل مثال واثنين وثلاثة واربعة وان شاء الله بس نخلص منهجنا وفي مراجعاتنا احنا هنبقى على طول احنا على الهوى معاكم ونقعد نسمع اه كل اه اللي عندكم في اطار اه منهجنا وان شاء الله هتبقى يعني في مراجعات مسمرة اه جدا جدا بالتقنية الجديدة الخاصة بيه النظمة الجديدة كامتحانات سنوية عامة طيب اه المثال التاني عندي بي ايه ايه وبي ما لهم عنصران عنصران جهد تأكسدهما كام اربع من عشر و سالب ستة من عشر على الترتيب اذا معنى على الترتيب يعني اول قيمة للعنصر ايه وتميق قيمة للعنصر بي ايه ده ده انا من قبل ما اكامل من المسألة ها معايا انا سامع هوت مين الانود برافو قلت الانود هو الجود اكسدته اكبر طب ليه لان الانود تتم عليه عملت الاكسادة هو اللي بتأكسد جميل اذا من قبل ما نكمل المسألة حضراتكم اللي قلته وانا سامعكم ان الايه ده عبارة عن انود عرفنا منين ان القيمة الاكبر ده عبارة عن جودة اكسادة والبي ده عبارة عن ايه كاسود يعني انا اقدر اعمل اعمل ايه رمز استراحة لكن لسه برضو ده هو قال لي ايه وبيه الموضوع هما بالنسبة لin قال لي قال لي ااااااااااااااااااااااااااااااااا وكل اه وكل وكل منهما سنائي التكافؤ الله كده اكتملت معلومتي اللي تجعلني ان انا اعمل رمز استلاحي صح بالنسبة لي زي الخالية الجلبانية اللي مديني ايه ده يعبر عن عنصر ما وبيه ده برضو عنصر ايه اخر فايه نطلوب ايه بقول لي ما هو الرمز الاستلاحي بالخالية ما هو ما هو الرمز الاستلاحي الاستلاحي للخالية التي يمكن ان تتكون منهما حلو اوي اوي لا ده برضو مسكتش برضو وقال لي ايه احسب القوة الدفعة القهربية لهذه الخالية جميل برضو ما زال بتطميني حاجات بقول لي ايه وهل يصدر عنها طيار كهربي ام لا ده مصر قال لي ولماذا هو عاوز يقول لي انا فاهم انا مش فاهم قل له يا مرحبا اهلا بيك احنا ما عندناش معنى خالص ايه هو الله طب ما انا خلاص او حددت من الانود الايه من الكاسود البي حلو اذا اما اجي اكتب بقى ايه انا بكتب جود الاكسادة الاول اذا كده ادي الايه اهو ادي الانود اكسادة قال لي ايه ده سناء التكافؤ يعني فقد اتنين الكترون اذا ده كده عبارة عن زر متعد لا لا ما فقد اتحول لأي يوم يحمل شحنة المجابتين ودي الخط الرأس المزوج والذي يعبر عنا القنطرة الملحية هنا بقى من الكاسود البي هلا اقول كده بي ولا بي مجاب اتنين لا بي مجاب اتنين عشان في الاختزال بكتب الايون المجاب ثم ظرة الايه الفلز اه طبعا الكلام ده كلام مهم جدا اهو انا كده عبرت عن الرمز الاستراحي بشكل مبسط جدا لكن كان عندي الخطوة المهمة جدا ودي احنا اكدنا عليها ان انا احدد من هو الانود ومن ايها هو الكاسود واللي طب ما هو رمز الاستراحة الخالية التي يمكن انت اه خلاص عملناها اللي احسر كيمة اي ام اف يعني قوة دفع قهربية الخالية خلاص اذا اي ام اف القوة دفع قهربية ارجع كده ده مديني جود اكسادة يبقى الكبير نقص صغير جود اكسادة الانود نقص جود اكسادة الكاسود اهو اذا جود اكسادة مم الاي نقص جود اكسادة ايها البي ايه ده بقى ده احنا بنقسم بقى ليه بقى ما احنا فهمين بقى الله طب ايه ده عبارة عن كام اه 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 اهو ادي نقص افتح قوس عشان الاشارات اه سالب زيرو ستة من عشرة يعني ايه اربعة من عشرة زائد ستة من عشرة يعني واحد ايه واحد فولت جميل خالص خالص طب ده عبارة عن ايه ها قيمة مجابة يقول لي ايه هل يصدر عنا فى القهرابي تمام طبعا ما قيمة ايه ام اف قيمة قيمة مجابة يبدأ ايه ده كده عبارة عن تفاعل تلقائي تلقائي يعني الخلية من تلقائي نفسها بيتونتك طاقة ايه طاقة القهرابي يصدر عنا فى القهرابي ولماذا لان ما قيمة اي ام اف قيمة مجابة اه ده كده كان بالنسبة اه دي المثال اه التاني اه طبعا الوقت بيوداهمنا فانا هقول اه المثال التالي ده ايه بشكل اه سريع جدا عشان تكتمل المنظومة النسبة لنا بقول لي اكتب اكتب الرمز الاستلاحي الاستلاحي اه للخلية الجالفانية الاتية 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 مبينا مبينا العامل المؤكسد والعامل المختزل وقيمة اي ام اف للخلية علما بان جهد تأكسد ان حاس بيساوي سالب اربعة وتلاتين من مية فولت جميل خالص هنا في فكرة جديدة ايه هي بقول لي اكتب رمز استلاحي لخلاج الفانية عاوز العامل المؤكسد والعامل مختزل ماشي اوكي عاوز قيمة اي ام في الخلية هنا مديني الجهد تأكسد المحاس مديني بقى التفاعل بقول لي ايه ادي ايه بلاس موجب اتنين نتج اتش موجب زي ايه سي اه نركز قوي قوي مع بعض بمعنى ايه هنا ده كده عبارة عن هيدروجين جهده صفر صفر طب اذا اه هنا جهد اكسد او اختزال يعني اتش موجب ده كده عبارة عن جهد اكسد جهد اكسد وده كده جهد ايه جهد اختزال او جهد اختزال جهد خالص خالص يعني اه طيب اذا من الانود من الكاسود اكيد الزيرو كيمة اكبر من الكيمة داية يعني جهد اكسد النحاس جهد اكسد النحاس سالب اربعة اربعة وده اختزال وجهد اكسد الهيد درجين ايه زيرو يبقى اذا ايه ده كده عبارة عن الانود وده كده عبارة عن ايه الكاسود انود كاسود انود كاسود يبقى اذا طالما هو ادي وضحت الانود وكاسود اقدر اكتب رمز ايه رمز استراحي فكده فيه الرمز الاستراحي هنا ده كده الانود ده كده عبارة عن ايه عن الكاسود يبقى هنقوله ايه ادي اتش تو ده كده عبارة عن ايه غاز الهيدروجين اهوت يعني ايه ادي كده ايه البي تي يمتز عليه غاز الهيدروجين تحت ضغط ثابت واحد اطمس ايه اطمسفير جميل خالص على اهو ادي اتنين اتش موجب كده ايه ادي اقوص وادي رمز القنطرة الملحية مع دين باكتب ايه جود الاختزال لو سي يو موجب اتنين على سي يو ايه سي يو زيرو اه اذا من تحديدي اه من خلال القيم اذا هو ما ده نشكمل ده ما هو انا فهم وعارف عارف ايه عارف ان الهيدروجين جود اكسدته او جود اختزال بيسوي زيرو طب عاوز احسب قيمة اي ام اف عاوز احسب قيمة القوة الدفاع القهربية عبارة عن ايه جود اكسدت مين الهيدروجين الوالانود ناقص جود اكسدت مين النحاس هنا من ديني جود اكسدت النحاس مين الكيمة الاكبر الزيرو ادي زيرو ادي ماينس مايس افتح قوس الوقت سالب اربعة وتتين مين فولت سالب سالب موجب يبقى تسوي كام ادي كده اربعة وتتين مين فولت انا كده حسبت قيمة القوة الدفعة القهربية اه طبعا اه النهاردة كان اه الحلقة كلها عملنا سريع عن اه كيميا القهربية اللي بتسمى كيميا الالكترونات اه لانها بتام بدراسة اه انتقال الالكترونات من خلال تفاولات اجساد واختزال اه وضحنا باستفادة قد الهدجين القياسي اه وازاي احنا اه بنستخدمه في قياس جهود اقتبال عناصر الاخرى وبعض التعليقات الهامة الخاصة دي اه عرفنا القوانين المستخدمة في قياس القوة الدفعة القهربية اه باكتر من طريقة حسب معطوات المسألة اه اه اتمنى اه ان نكون اوفينا حق ابنائنا اه وبناتنا اه شكرا لكم وعلى الوعد بلقاء بحرقة اه جديدة مع برنامجكم المتميز مجرسة الهواء كان محدثكم خلال العزيز شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته